احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهيب ديكبال اسأل يبني علينا الاهلي في دي القرى بتقال واحد فيها بطولة يمين كله شمال كله عالسكة وشغال بتجربة اللضي هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيقصر فينا احنا تاريخنا بيقى علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهيب ديكبال اسأل يبني علينا الاهلي في دي القرى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاهلي في رمضان الف مبروك وكل سنة وحضراتكم طيبين الف مبروك دي بقولها لكل الاهلوية كل الاهلوية مبسوطين جدا وفرحانين جدا بوصول النادي الاهلي وفوزه امس او تعادله امس وصعوده الى الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا الحقيقة خلوني اشرح لحضراتكم هو ايه اللي حصل خلال الاسبوعين اللي فاته نبالي فترة طويلة جدا مطلعتش مع حضراتكم ولكن بسبب ان انا بطلع كل يوم سبت وكل يوم سبت كان بيبقى فيه مباراة خلال الاسبوعين اللي فاته حصلت حاجات كتيرة جدا 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 ولكن في النهاية تبقى العلاقات المحترمة ما بين النادي الاهلي وما بين كل الاندية سواء في شمال افريقيا وفي افريقيا بشكل عام هي الاساس في كل شيء النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد في كرة القدم الافريقية في دوري ابطال افريقيا في دوري ابطال افريقيا وبالتالي يجب ان يكون هناك تضافر لكل الجهود علشان النادي الاهلي ان شاء الله يستطيع ان يفوز بهذه البطولة للمرة التالتة على التوالي وللمرة الحداشر في طريقه ان شاء الله ده يحصل بدون او بعيدا عن اي حد يتسبب في اي فتنة وبعيدا عن اي حد يتسبب في اي كلام بيتقال او بيحب يسخن حد على حد بعيدا عن الناس دي كلها لقد الناس دي في حتة والنادي الاهلي في مكان اخر اي حد انا مش بتكلم على شخص معين انا بتكلم بشكل عام اي حد عايز يتكلم ويقول اي حاجة عن النادي الاهلي هو حر ولكن لما تيجي تتكلم لازم تعرف مقامك ولازم تعرف انت فين والنادي الاهلي فين بمعنى ان النادي الاهلي في البطولة الافريقية هو ممثل كل شوية حاكرر هذه الكلمة هو ممثل مصر الوحيد ممثل ايه؟ ممثل مصر الوحيد في دوري ابطال افريقيا عشان كده دايما كل اللي بنطلبه خلال الفترة القادمة هو تضافر كل الجهود عشان نقف مع النادي الاهلي يستطيع ان نفوز بالمرة التالتة على التوالي بالبطولة الافريقية ان شاء الله المرة الحداشر في تاريخه هو ده اللي احنا بنتمنى كاهلوية وهو ده اللي بيتتمنى كل الدنيا كل الدنيا